المتتبعي قناة أنفاس بايس مرحبا بكم في لقاء خاص من برنامج كازا سيتي اليوم سوف نتناقش هذا الموضوع تتعلق بكاريان صنطرالح صحيح أن كاريان صنطرالح تم صديره منذ سنوات ولكن هناك مجموعة من العائلات التي تتصر على حقها في الاستفادة وتتقول أنها تم الإقصاءها من هذا الملف علما أنها يعني في حاجة إلى سكن الآخة كما هو ما قيل العائلات التي استفدت من هذا الملف هذا من أجل مناقشة هذه القضية هذين قد نصرف واحد من السكان المتضررين لأن الأمر يتعلق بالسي محمد صامود السي محمد مرحبا بك شكرا سيدي وكن شكرا جريدة أنفاس بريس على هذا اللقاء اللي احنا في أمس حاجالي السي صامود أنتم الآن تسررون على أنكم من حقكم الاستفادة علما أن هذا الملف البيضوين تعتبروا بأنه تطبعوا بأن الناس الذين أحق بالاستفادة ستستفدوا في منطقة تهروية وخص واحد للحقائق توصل الرأي العام الرأي العام خص واحد يعني ما تفقاش عند المسؤولين بالعمالة عينسبال حي المحمدي ما تفقاش عندهم وهذا كما كنسمى وحنا العلبة السوداء ما تفقاش عند المسؤولين توصل الرأي العام ما هي الحقيقة الأخ الكريم بأن الناس ولاد كاريان سونترال تزادوا واخلاقوا في الكاريان بأنهم تحرموا من الاستفادة باللي واحد مبادرة ذيل واحد المواطن خاصة تعطيه الساكل اللائق في الأخر تعطيه الطرد تعطيه التشرب و تعطيه الضايع وكرا استفدت العائلة استفدت الجمعة من العائلة اللي كانوا مقين فينا الكاريان هذا أرى ما تسكنوا في الهرويين هذا الشيء صحيح و نحن طالبوا بالتسوية بحالنا بحالهم كما مشوا هدوك الناس الأولين يمشوا هدوك الناس التالي هنا واحد الحاجة يجب أن يعرف في الرأي العام أننا تعرضنا أخديهة كبيرة قضية في الإحصاء كيف يعقل أن شركة مكلفة بالبنية والتهيئة العمرانية أنها تشرف على الإحصاء الإحصاء يجب أن تشرف عليه السلطة المحلية هذه أولا و ثانيا كيف يعقل كيف يعقل هذا الإحصاء يكون بقلم الرصاص لا يمكن أن يكون جميع الوثائق التي كتبت أنه الكاريان و سيأتي واحد من الدار لا يمكن أن يقصيه كيف يتبطل العائلية الشركة ؟ نحن طالبوك التسويه و بينما كانت عدة أخرى نحن كان المشاكل و المشاكل كلة لدارها و المشاكل لدارتها هي الإحصاء واحدون أنكم لم تتمشيّل إحصاء و أنكم لم يكن لم أكن متأسف أكيدوا أنكم لم تتمشيّل إحصاء و لم تدخل الإحصاء و لم يكن ولكن العمريات أغلب العائلات المشكلة التي لديهم كانوا يطالبون توسعة الاستفادة أولاً، وكانوا واحدين أخرين تسمون المنسيين عندهم حق الاستفادة وما جاءتهم ليست الاستفادة كان واحد الحالة دي الأخ الجوهري جوهري عبد الكريم رأى حالة هذه ورقة الاستفادة بحال هذه فيها الاسم وكوده وفيها دارهم يعني الناس توصلوا بالاستفادات؟ حالة بحالة ما الذي جاءتهم بالاستفادة هو كان دوز عقوبة السيجنية وعدام هذه العقوبة السيجنية والدي ردوا استفادة للسلطة بعض الناس أولدنا سأدوز من الذي يخرج هذا السيد من العقوبة السيجنية يستضم بأن استفادة طارتها لا يوجد والدي رجعه لا، والسيد في عقوبة السيجنية يجعل هذه الاستفادة أردوه على أساس بأن السلطة تحتفظ بها حيث لم يكن يكون الملف والدي ردوه على هذا الأساس بأنه لم يكن يكون الملف وزيدنا واحدة أخرى كان عائلات مركبة لديهم استفادة واحدة بأن لديهم زوجين ومطلقات في العائلة يطالبوا توسيعها لأن هذه الاستفادة الواحدة لم يكن لديهم لا يوجد أن تتعطى لكل شيء الذي كانوا مقيمين في فتك البراكة هو الاستفادة لكل عائلة الوحيدة لأن مشكلة عائلة المركبة هو من الملفات التي تجعلها القضية على الكريانات لا تتحلش بسرعة هو القضية على العائلات المركبة كل شيء يريد أن يستافد كيف يعقل؟ عائلة تستافد من توسيحها وعائلة لا تستافد من توسيحها كيف أرمال تأخذ استفادة ديالها وأرمال أخرى تمشي للشاريع؟ معنا واحدة اسمتها باهيجة برجي باهيجة هي مسكنة عندها إعاقة لا ترى عينها والدها عنده 21 عام تاوة سيدة ما زورة الزوج لا تستافد. لماذا لا تستافد؟ نحن نقول أن الناس لا تستافد حيث هم داروا واحدة قادية قال لك بالنسبة للمزوجين اللي داز في الإحصاد إلى 2008 كان الناس في 2012 و2014 استافدوا كان الناس بالنسبة للباشا السابق كان الناس اللي استافدوا جاتوا من توسيعها من اللي سوناه قال لك هذو حالات إنسانية من الموحد السيدة موين معلنة موين معلنة والمشكلة الكبيرة في نكيناق هي أن قبل من التريب قبل من الهدم الجماعي الإجباري في 2016 كان الناس كان لباشا فاش كمشوا عنده الإدارة دياله المكتب دياله كي يقولنا سيروا البرارك ديالكم انتم أصلا المشاكل حيث أي كانين كي يبقوا فيه مشاكل انتم من سبب قايتوا لأخر شيء بعمية سيروا طمأنين في البرارك ديالكم قلبوا على الأرزاق ديالكم احتجوا واحد للجنة ستجعلوا معكم حلول إسواتهم بالكارينة الخرين نحن ماشي استيتنا نحن مكن نطالبوش بشي حاجة فوق من جهة الدولة وفقا نحن مع الدولة مع الدولة وممكن الدولة ما تضيعنيش ماذا سنتيني وإذا كان نتفاجأوا بواحد القوة عمومية فيها جميع الأجهزة سلطات عمومية العدد ديالها يفوق الألف مالكم يقول لك أسيدي خصكم تخويوا جاق عرار بالإفراغ ديالكم كامل كارين كامل غريبوا لأن كنين مشاريع خصها الدار بحال الطرام بحال هذا الشي ثم قد تحرقلوا هذا الشي ويقولون المسؤولين قد تقولون بأنهم سيروا وقلتوا ثم قد تفاجئون دعبة راحنا المجهور ما عدنا لفلوس كراوات لا بلد ما كانش كياه ما عنده ما عنده حنا أغلبية ضعافة ما تقريبا من الملف الملف تقريبا تقريبا براء تقريبا تقريبا 460 ما عنده طالب التوسيع حاليا هذين يطالبوا التوسيع هذين الذين يربطوا ما تقريبا تقريبا 460 أما كان هناك فئة أخرى هي فئة أمنسية التي بدأ المشكيلها من 2010 بداية ترحيل إما شئ واحد من دارهم نكروا أو مدخلوش معاه وكان هناك حالات شادة المغرب كان هناك مطلقات في تاريخ قديم وهم عائلتهم حتى يضيعون كان هناك أمهات عزيبات ما تقريبا من بركة كانت في كارياسونترا كلها؟ تقريبا من بركة كانت استلف استلف بركة كيف ستدبروا الأمور الحياتية؟ هل ساكنين أو ساكنين من العائلات؟ المهمة من بعد تاريخ من بعد تاريخ من بعد تاريخ أول حاجة هي مقشعتنا الحقوق حقوق بأنك باش تواصل مع مسؤول حقوق دي الصحة كل يخرج ولاده من المدرسة عائلة كانت طلاق كل يمات مسكين كل يمات أمراض مزمينة وبالنسبة كيف ستدبروا الحياة نحن حالات كل عائلة مجموعة كل واحد يجيب طريف الخبز ويجمعوا ذلك الشيء وكراه وكراه لأن الإكرارة أكبر واحد إنسان كان في البراكة والذي يجب أن يأكلها تقول أن الماكر الذي يأكل القود وقود الأولاده يجوع لكي يجمع في الأخر شهر لكي يخلص من 2016 أحسب ذلك تقريباً بالنسبة لكي يصفت أولاده البادية لكي يجب أن يكون هنا ويجب أن يكون هنا ويجب أن يكون هنا لأن الأغلبية كارين سنترال يمتنون ميانة الفراشة وشيء أعمال ميانة غير مهيكلة غير مهيكلة على العموم على العموم يعني وكل من تحوز عند العائلة وهذا الشيء خلق أولاً العدوة بالعائلة وخلق واحد عدم استقرار بالنسبة لنفس أي واحد أي واحد من كارين سنترال دابه كيعاني رأى عنده مشكلة نفسية كبيرة بزاف لأنه تخلي واحد البحر كله مواج ما موالفش عليه والمسؤولين تخلو عليه كيف يُعقل أن جلالة المالك يمنحك استفادة ويمنحك واحد ساكان لائق ويأتي واحد مسؤول لأدى الأمانة لكي يخدم ضد صالح المواطن ما هي المطالب؟ المطالب بسيطة جداً يجب أن تنور الرأي العام لا نطلبه شيئاً كثيراً من حقنا وعائلات إذا لم يأخذ توسيعه أو لم يأخذ استفادته ستقول لي مشكلة أخرى ستقول لي مشكلة يضيع ستشرد فهمتي؟ ستشرد من يقول لي واحد تلقى معاه في الزنقاء لا تقول لي مشكلة أنا مشكلة نحن قنطالبو يدروا معنا بحل الناس اللي مشوه من القبل يعني هذك الناس اللي مشوه في اللي مشوه بعد الناس مشوه بتوسيعها ديروا الناس العائلة الكبرى تتوسيعها الناس اللي مقصيين اللي مرأة أرمالة وعندها وليدات تأخذ استفادة ديالها هذك وقعات تكون قاعدة ما ساكنش في الكاريان هذك خاصة الدولة تكلف بيها المطلقات خاصة الدولة تكلف بيهم أذك الأمات العازيبات خاصة الدولة تكلف بيهم خلي إطار ديال الكاريانات يعني حالة الاجتماعية إنسانية خاصة تسوية ديالها بجميع شروطها لأنهم هذك مسؤولين على الدولة الدولة ما تخلقات حتى تخلقات باش هي اللي كتسير شأ العام باش ديوا واحد ما يضيع وكل واحد عنده الحق دياله وكل واحد يمت ودابا واحد القادية هذة هذة خمس سنوات رتبع ايدي ديالها خطيرة جدا را استنفذنا جميع الحوج اللي كانوا عندنا را إنسان ربع حوجه را كاللي كدابا ماذا حلو كي اقتارد وزيدون معد جائحة كورونا لما كيش ليعقل علينا حسن القفرة مخدوه هاش الناس وتكتولي جائحة كورونا وكل شي داخل وانت بغي تخلص الكرا ودير الفراشة والفراشة ممنوعة في كورونا وشي ميهان غير مهيكالة وكاللي مجاشة الدعم اللي يجال ليعطى الماليك ديال ذاك الدعم ماخدوهش ديال كوفيد ماخدوهش الناس وكيف يعقل هذا هذا را وقع لنا بحل واحد الإنسان في الكومة وكيدرب ليه عرق في الكومة را دير الأجهيزة والتنفو الصناعي ولكن نرى بدون ذاك الشي هذك العرق اللي كيدرب را غيم وخاصة نعرف إلا ضعنا را المصير ديالنا هو الموت شي سامود شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعين قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي موسيقى 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 موسيقى